بين البواخر التائهة والأمن المهتز في الداخل وعلى حدود مع سوريا عبر لبنان خميس الأسرار وأسرار الدولة يتداولها الصغار كبل الكبار وعلقه ساسته الجمعة على صليب خلافاتهم واقترع معظمهم على قميسه مقامرين بالأصول الدستورية والقيم الإنسانية والمحزن أن لبنان لم يرى النور في سبت النور ما يعني أنه لن تكون قيامة وطنية غدا المسيح سينزل عن صليبه فيما لبنان سيظل معلقا ينتظر مخلصا لن يأتي وأسبوع ألامه سيطول نعم على هذه الصورة القاتمة دخلت البلاد عطلة الفصح في هذه الأثناء الوضع الأمني لم يخرج بعد من ترددات هزة معراب وكانت الحادثة في رأس جدوى الاهتمامات رئيس الجمهورية الذي جمع وزير العدل والقيادات الأمنية ودعاهم إلى منع أن تتحول العملية إلى كرة نار تطيح أمن البلاد تزامنا كانت مسألة النزحين السوريين تتفاعل داخليا من خلال السجال السياسي الدائر حولها بين المعارضة والحكومة على خلفية التخلي شبه تام للدولة عن مسؤولياتها الإنسانية تجاههم وجاء استهداف نقطة الجمارك السورية عند معبر الجوسي ليزيد استجال احتداما خصوصا بعد توزع عشرون من جرحاه على المستشفيات اللبنانية في البقاع أما الداخل السوري فيعيش سباقا دمويا بين النظام الذي يسعى إلى تدمير المعارضة بأي ثمن واستحقاق العاشر من نيسان السقف الزمني الأقصى الذي وضعه المجتمع الدولي للأسد كي يلتزم وقف النار ويطبق خطة أنان